تصاعدت الأوضاع في الساعات الأخيرة أكثر في الجنوب اللبناني بين حزب الله والجيش الإسرائيلي هجوم وهجوم مضاد والحصيلة وفق بيانات متبينة لحزب الله اللبناني أنه استهدف مواقع إسرائيلية في الجليل وهضبت الجولان السوري المحتل وتجمع جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة الصاروخية وموقعي الرمثة والسماقة في تلال كفرشوب اللبنانية المحتلة وموقع المطلة في الجليل إضافة إلى استهداف جنود إسرائيليين في محيط حرش برعام وإصابتهم إصابات مباشرة وفق بيانات حزب الله أما الفاتورة البشرية فيؤكد الدفاع المدني في جنوب لبنان استشهد سيدتين وإصابة عشرين مدنيا بجروح في غارة إسرائيلية مساء أمس على بلدة جنة من جانبه أقر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عشرات المسيرات خلال الساعات الأخيرة مضيفا أن دفاعات الجوية اخترقت جلها وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فقد وقعت أضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية جراء سقوط سبعة صواريخ في كريات شمونة واندلاع حرائق ضخمة كذلك أكد الإصاف الإسرائيلي أن شخصين أصيبا في مستوطنة كسترين بالجولان المحتل قبل في قصف من لبنان وبحسب وسائل أعلام إسرائيلية فإن هذه التوترات دفعت إلى انعقادي جلسة عاجلة لمجلس الحرب لمناقشة الموقف الأمني والعسكري على الجبهة مع لبنان هذه الجلسة تمخض عنها وفق نفس المصادر توصية الجيش الإسرائيلي للقيادة السياسية بإنهاء عملية رفح بأقرب وقت ممكن والتقدم بالهجوم على لبنان تجنبا لهذه التطورات وما سبقها في الجنوب اللبناني خاصة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة السبع إلى الإعلان أن فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل ستعمل ضمن إطار ثلاثي على خارطة طريق فرنسية الرد الإسرائيلي على المبادرة الفرنسية لم يتأخر كثيرا وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالاند قال إن إسرائيل لن تكون طرفا في الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا بل وهاجم فاريس واتهمها لتبني سياسات معادية لإسرائيل ليعبر لاحق المسؤولون إسرائيليون في الخارجية الإسرائيلية عن تحفظهم على هذه التصريحات وفق ما كشفته القناة الثانية عشر الإسرائيلية